موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الجزائر التي صارت رهينة لعجز ومرض المسؤولين للأسف الشديد أن ما تعانيه الجزائر ليس قضية سياسة فقط بل أيضاً في طبيعة هؤلاء المسؤولين الذين يتم اختيارهم فهم يعانون من أمراض مرض مهني يتمثل في قلة الكفاءة وليسوا بالمسؤولين المناسبين لتولي هذه المسؤوليات والقضية تخضع في هذه التعينات تخضع للولاءات وليس للكفاءات فلا نجد إلا نادراً مسؤولاً في مكانته إذا رحنا للإدارات نلقى إلا الشياتين للمسؤولي الأول هم الذين تتم ترقيتهم في المناصب اللي يجيبوا الخبرجية اللي يجيبوا الأخبار للمسؤولين هم اللي تم ترقيتهم إذا رحنا للعسكر نجد الكفاءات إذا وصلوا وصلوا العقيد يروح يروح لداره أنا أعرف الكثير من الضباط وصلوا درجة مقدم وعقيد وهم عمرهم ما لحقوش حتى خمسين سنة وتمت إحالتهم على التقاعد في حين شنجريحة ستة سبعين عام تم تعيين الجنرال محفوظ بن مداح قائد لي البحرية بالنيابة وعمره أكثر من ثمانين عام يعني للأسف الشديد وجاء ذلك في ظل شعارات الشباب وما إلى ذلك حتى الشباب الذين تم تعيينهم في عهد تبون في الوزارة يخضع للولاءات وليس للكفاءات لو ندقق في هؤلاء الذين تم تعيينهم من وزير الشباب والرياضة وغيره سنجد القضية تخضع للولاءات عندهم علاقات مع أبناء المسؤولين علاقات مع المسؤولين علاقات مع جنرالات في المؤسسة الأسكرية علاقات سابقة مع أويحي وسلال وغيره غيره إذن لا مجال للكفاءات في الجزائر بل القضية تخضع للولاءات الأمر الثاني هو مرض نفسي يتمثل في الغرور ويتمثل في ظاهرة التكبر على الجزائريين المسؤول في الجزائر يشوف روحه أكبر من الجزائريين أكبر من القانون يشوف روحه ليس في خدمة الجزائريين مش خدام معين في هذا المنصب كي يخدم الجزائريين بل أنه مزية منه رهوا في هذا المسؤول رغم الامتيازات اللي رح يتلقاها إذا كان رئيس يتلقى امتيازات أسطورية وإذا كان وزير كيف كيف يعيشوا على حساب الدولة أولادهم يقروا على حساب الدولة يسافروا على حساب الدولة إقامات في الخارج يستغلوا علاقاتهم مشاريعوا كذا وكذا 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 ورغم ذلك يتكبروا على الشعب الجزائري مش أن نعين في منصب معناها ورهوا خدام الشعب هذا يدل على شيء أن هناك أمراض نفسية لدى المسؤولين الجزائريين المرض الثالث هو مرض جسدي وعضوي وهذا يعني كل الناس معرض ليه كل الناس لديهم أمراض ولكن عندما يصل الأمر إلى درجة العاجز هذه الحالة مش يجب أن الدولة تتحمل مسؤولية رئيس عاجز صحيا أو وزير عاجز صحيا شفناها سنوات وبتفليقة عاجز صحيا والدولة تسير من طرف لوبهات وعصابات تستغل المناصب بطرق غير شرعية بل أن الكاشي تع رئيس الجمهورية لدى شقيق السعيد دار به رجله وشوفوا الأموال التي هربت والأموال التي نهبت والمليارات اللي دخلت الخزينة العمومية وتم نهبها وراحت شوفوا 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 أكثر من 1200 مليار هناك من يتحدث على 1500 مليار دولار دخلت الخزينة العمومية الجزائر في عهد حكم بوتفليقة ما دار والو طريق السيار شوفت الفضائح اللي فيه المشاريع التي فتحت شوفت الفضائح السكنات اللي بنيت شوفت الفضائح والله الناس يستلم السكنة منه يعودها أزيره وما إلى ذلك من الفضائح التي لا تحصل لا تعد إذن أنه العجز جاتبون بعض الجزائريين استبشروا خيراً أنه رئيس على الأقل يمشي على رجليه أصيب بعجز طبعاً هذا قدر الله ونتمنى له الشفاء ولكن الإشكاليوين أنه تم التعامل بنفس المنطق اللي يتعاملوا معه بموتفليقة راه يدوا فيه يجيبوا فيه وهما راه يتصرفوا في الدولة كما يحبوا إذا كان الشعب والانتخابات أدت بتبول بالفوز بغض النظر عن طبيعة الانتخابات والظروف اللي جات فيها والنتائج وعلى نسبة المشارك بغض النظر عن كل ذلك أنه هو الذي يتحمل المسؤولية القانونية وهو الذي يجب أن يحاسب أمام الجزائريين على منصب لكن عندما يصير عاجز ويروح ويجي رئاسة الجمهورية تحولت إلى كوري بمعنى الكلمة الحكومات والوزارات كيف كيف ويراهي الدولة هذه بعض الناس يقولون يا أنور مالك أنت دائما راك تتكلمنا غير بما يهبطنا المعنويات كنا في مرحلة معينة عندما كانت الجزائر على حفة الهاوية نحاول نرفع المعنويات قلنا ربما هناك أمل خلنا نحسن الظن بما يحدث ولكن للأسف الشديد كل ذلك ذهب أدراج الرياح خل الجزائريين يعودون إلى المربع ما قبل المربع الأول إخواني الكرام الجزائر غنية بالكفاءات وغنية بالشخصيات التي يمكن أن تذهب بالجزائر وترتقي بها إلى مدارج كبرى ولكن للأسف الشديد ذلك كله يتم إقصائهم وزير المجاهدين شوفوا وزير مثلا وزير المجاهدين عنده عدة أشهر هو مريض يعالج في الخارج على حساب الخزانة العمومية تقريبا خمسة شهور ولا أكثر وهو مريض لم يمارس مهامهم ما دخلش المكتب بتاعه يخلص وزير يعالج على حساب الدولة الجزائرية وتعرفوش معناها علاج في الخارج لمدة خمسة شهور على حساب الدولة رح يكلف المليارات ورغم ذلك ما زالت الوزارة في نعلى في السبحان رغم أنني دائما أقول وأؤكد على أن الجزائر ما عادت تحتاج إلى وزارة مجاهدين تحتاج إلى إدارة معينة تكون تابعة قدماء حرب التحرير أو شيء ولكن للأسف رغم أنه السنين تمر والمجاهدين يموتوا والميزانية تزيد انتعى المجاهدين رغم أنه رحل الكثير الله يرحمهم ويتقبلهم ومهما قدمت لهم الجزائر خاصة المجاهدين الحقيقيين خلينا من المزيفين ليستغلوا الفرص واستغلوا كثير من الثغرات وصبحوا بشهريات وبناتهم كثير اللي كانوا يخدموا لصالح فرنسا وثبت عليهم أنهم حركة وعملاء وركن عندهم بطاقات مجاهدين آه كثير ولكن أنا أتكلم عن المجاهدين الحقيقيين نعطيكم مثال أن وزارة المجاهدين في ميزانيتها في 2020 170 مليار دينار وفي 2021 طلعت الضعف تقريبا 235 مليار يعني تقريبا ضعفت أي تقريبا ما يقارب 1.8 أو شوي مليار دولار أمريكي هذه ميزانية وزارة المجاهدين هذه الميزانية الضخمة الآن وزير غايم تصير برحمة ربي مسؤول في الإدارات عندما أنت وش اللي منعك يا رئيس الجمهورية وزير المرض عين واحدة أخر علاش تخلي الوزارة فارغة حتى وزير النقل الذي تمت إقالته مؤخرا وتعرف حكايته بسبب مش حكاية هذه تعالى الجيري وكذا وكذا آه كين أمور أخرى خفية تتعلق بعلاقات بين أبناء المسؤولين وفضايح أخرى خلينا سنتكلم في هذا الموضوع وزارة النقل صارت لديها وزير آخر بالنيابة يعني أنت ما عندكش كفاءات باش تعين وزير نقل آخر الدولة وصلت إلى هذا الحد لأن المشكل مش رئيس الجمهورية الذي يتحكم القرار الآن ممزق كل واحد يستنى في الأخر باش يحيله رئيس الجمهورية ما يقدرش يعين حتى مسؤول حتى يعطوله من طرف العسكر هذه الحقيقة والعسكر نقصد به المخابرات يعني يتخذ القرار في قيادة الأركان وزير نقل يكون فلان ويبعثوله ويدير له تقرير استخباراتي بالموافقة ويجيه عليه غير يعين ويوافق أنت لهذه الحد يعني مش المشكلة هنا فقط مش وزير النقل فقط الوزير المستشار المكلف بالإعلام في رئاسة الجمهورية عنده عدة أشهر وهو راقد في الفراش بجلطة دماغية يعالج في الخارج اليوم هذا لم يعين واحد في مكانه رغم أن نحن رانا في عصر إعلامي بامتياز رغم ذلك ما عينش محمد سعيد بالعيد ما عينوش واحد في براسطة ما زال يخلص في منصبه ما زال يطلقى أجره ويعالج على حساب الخزانة العمومية وهكذا والدولة حابسة من المفروض شخص يتعطل عنده إيجازة مرضية تثوت مدة معينة شهر خلاص يروح البيت ويعين واحد في براسطة لكنها تتوقف الدولة كاملة من أجل أنه فيه مسؤول مريض وتقعد أشهر وهو عاشد رئيس الجمهورية أيضا رئيس الجمهورية لعالج شهرين في ألمانيا تعرفوا وش تكلف شهرين في معالج في ألمانيا في جناح خاص في مستشفى خمس نجوم تحت رعاية خاصة طباء مخصصين إحنا شفناهم وقفنا عليها حالات علاج عملية واحدة كلفة ربع مليون يورو هذا عملية واحدة وشوفوا كيف و الآن رجع رجع لو 10 جنفي اليوم أرا هي 25 25 جنفي يعني عنده سبعي ووضعت زيدي أبو زيب ووزارة الصحة الآن وزاراء ومسؤولين يخرجوا الخارج يعيشوا على حساب الخزانة العمومية أولادهم يعيش على حساب الخزانة العمومية عائلاتهم وزوجاتهم يعيش على حساب الخزانة العمومية اللي في الصفرات المسؤولين اللي في الصفرات والصفراء وزوجاتهم يعالجوا على حساب الخزانة العموية وقلنا ما عليش أراهم في الخارج ولكن الكارثة تلقاه سفير مرته باش تدي تحفف الكنيش انتاعها تحفف له على حساب الخزانة العموية على حساب السفارة تروح تعرض صاحباتها باش روحوا يتعشوا في رسطر وخمس نجوم يجيبوا الفواتين يدفعوهم على حساب الخزانة العموية باش تشري مكياج تروح تشريه وتعملها فواتير على حساب انت الخزانة العموية كله على حساب الجزائريين وشعب الجزائري يعيش أسوأ الظروف روحوا إلى المناطق النائية الناس ما زالت تتنقل بالبوت يتنقلوا فوق الأحمرة أكرمكم الله باش يروح يقرى في المدرسة روحوا انزلوا للسحاري للمدن الصغيرة قرعت قاز باش يجيبها يحصل فيها أولادهم وحفادهم وعايشين على ظهر خزانة العموية بهذه الطريقة انت ما معنى ما معنى السياسة الصحية في الجزائري الرئيس الجمهورية قال استمع الاجانس هذه أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد ان ندام منظومة صحية انتنا احسن منظومة في المغرب العربي وفي افريقي حب من حب وكره منكره وكانت وليدة رؤية حماية المواطن طب المجانية مثل ما كانت طب مجانية التعليم مثل ما كانت ماشية استثمارات بآلاف الملايين ما عدناش قرية اليوم اللي ما فيهاش يصل دسوة اين هذه المنظومة الصحية اللي هي الافضل في افريقيا حب من حب وكره منكره اين هي هذه المنظومة الصحية انا قلت بان النظام الصحي الجزائري حقيقة جيد كسياسة ولكن كواقع هو الاسوأ في افريقيا هذه حقيقة لو كان لدينا واقع صحي جيد ومستشفيات حقيقية ما يروحش رئيس الجمهورية يجري عملية على سبوع رجل واللعلة يجريها في ألمانيا ما يروحوش الوزراء هذم يعالجوا في ألمانيا ويعالجوا بطرق سرية ولم يتم الاعلان عنهم وهذا يعتبر نهب للخزانة العمومية نهب للمال العام روح للدول المتطورة لو كان مسؤولي روح يعالج أو يعمل شيء على حساب الخزانة العمومية يستقيل انتم تنهبون المال العام لو نشوفوا الفواتير الناس اللي عالجوا في فرنسا وبعد المستشفيات ترسلها إلى السفارة الجزائرية رهي مليارات يا جماعة ديون وتلجأ الدولة حتى تتفادى الفضائح والأمور تصل إلى القضاء وترفع دعاوى قضائية ضد الجزائر يدفعوها ويسكتو انت الآن وزارة الصحة يا جماعة في هذه الأيام حسب ما قالوا سيقومون بتوظيف نحو 11 ألف شبه طبي موظف شبه الطبي ميزانيتها أكثر من ثلاثة مليارات ومئتين مليون دولار هذه ميزانية وزارة الصحة تعرفوش معناها ثلاث مليارات دولار؟ ثلاث مليارات دولار ميزانية وزارة الصحة في 2021 ما كانش مستشفى واحد يعالجه وزير بل أنه لا يعالج حتى المواطنين لو تشوفوا المستشفيات وواقع المستشفيات في الجزائر وما يعانيه المواطن المسكين حتى في قسم الاستعجالات يندله الجبين فيه منسوين يروحوا ما يرقوش حتى ما كان يولدوا فيه كارثة بمعنى الكلمة ما كان حتى شيء ماذا تم فعل خلال عام؟ رغم أن العام الماضي هو عام صحي بامتياز كل الدول تفرقت إلى الصحة وش دارة الجزائر خلال هذا العام؟ تبوني عالج في الخارج هذا مدى ماذا قدمت للمستشفيات؟ أنك تضعف الميزانية ليس حل أنك تضعف الميزانية ليست حل في التسيير أنك لجب أن تكون لديك سياسة صحية بمعنى الكلمة الدواء مسيطرين عليه مافيا القطاع بناء المستشفيات مسيطرين عليه مافيا مستشفى لا يكلف خمس ملاير بناء أولا عشرين مليار يبنى بمئات المليارات لأنها نصط روح للمهندس ورشوة والمقاول وكذا وكذا تنهب إذن هذا هو الواقع الصحي في الجزائر الجزائر صارت الآن رهينا إلى واقع بائس سياسات بائسة ورهينا إلى مسؤولين عاجزين عاجزين من حيث الكفاءة المهنية عاجزين أيضا من حيث الحالة النفسية وعاجزين أيضا من حيث الحالة الصحية رئيس الجمهورية يجري عملية جراحية ولا حد يتكلم من المفروض لو كانت دولة شفافية من المفروض حتى فواتير علاج الرئيس تناقش في البرلمان أنت الجزائريين كل الفوك مش تخدمهم مش أنه كل الفوك بمهمة يقعد يعالجوا فيه هاي ما عليش فات حتى فات المراحل كلها وانتركتوا عالجوا تقول راني نسير الدولة والرئيس متفرغ يعزي يعيهني يعيطلوا بالتليفونات عروا وعيطلوا الرئيس الفولاني وقال له وقتلك وقال له وقتلك وكلها حكايات ومسرحيات فقط ما هكذا تسير الدولة؟ هذي ليست جمهورية جديدة ولا جزائر جديدة هذي أسوأ من الجزائر القديمة والله يا جماعة بحث فيما يحدث علني أجد بوادر أمل والله عجز واللي منكم يجد شيء يطمئن يرسله لعلني أقراه للجزائريين وأحاول أطمئنهم ما يحدث هو كارثة بمعنى الكلمة كيف وزراء مرضى لعدة أشهر يبعد يخلص وزير ويعالج على حساب الدولة ويعالج في الخارج ولا حد يتكلم يعني وزير من المفروض يفوت شهر جهادة طبية عج يفوت شهر خلاص بالسلامة ما يكونش الجزائر تكون رهينة أي مسؤول الجزائر مش ملك تبون ولا ملك وزير المجاهدين اللي كان قبل يسبح بحمد بوتفليق ويقول بأنه أرسل رحمة للجزائريين ناقلا ذلك على لسان أحد الجزائريين الذي يحكي لي كنت في ولاية أضرار يقول لي يقول الله سبحانه وتعالى بعث محمد رحمة للعالمين وبعث عبد العزيز بوتفليق رحمة للجزائريين كارثة بمعنى الكلمة يا جماعة نحن نعيش أسوأ مما كان عليه الأمر في عهد بوتفليق بوتفليق على الأقل كان ساعي نحي وزيره وجيب مباشرة يعين وعده نحن وصلنا لدرجة أنه وزير تتم إقالته يقعد مدة الوزارة تضعف إلى وزير واحد أخر كأنها الجزائر هذه فارغة ما فيهاش كفاءات لأنه التعيين مبني على الولاءات ونحن مازالنا الجزائر تمر في مرحلة مازالوا يختبروا في ولااءات الناس وزير تمت إقالته يعلن الإقالة من هنا يعلن التعيين الآخر من هنا لاحظوا الدول إذا استقال رئيس هو يعلن الاستقالة بيان يخرج من رئاسة الجمهورية أو قصر الحكومة أو شيء من هذا القبيل أو القصر الملكي يعلن مباشرة تعيين فلان في مكان حتى وزير بمرطبة وزير هذا محند السعيد عنده أشهر وهو عاجز صحي اليومنا هذا مازال ما عينوش في براستو الإعلام في رئاسة الجمهورية يلعبوا به الذراري في الفيسبوك هوات تخيلوا مستشار في رئاسة الجمهورية مكلف بالإعلام يفتح صفحات في الفيسبوك ذوبابية باش يسب يصفي حساباته مع خصومه يتصل بجورناليست صحابه زملاء كانوا قبلوا يهددهم ويقول لهم ندير فيكم وندير أنا آن مستشار في رئاسة الجمهورية هذا مذري اللي تدي فيهم من ناشطين في صفحات الفيسبوك تديهم تديرهم مستشارين وتحب يسيرلك الإعلام في المستوى رغم وجود إعلاميين جزائريين والله العظيم الناس في العالم تتشرف أنها تدرس عندهم وتتعلم منهم كان مدارس إعلامي كان شخصيات إعلامية جزائرية والله العظيم يا جماعة أنا زرت كثير من دول العالم والناس تتحدث لي عليهم وتسأل لي عليهم ويقولوا رغم مدارس إعلامي وهذا ما كان له أجيب لي واحد أنه كان يعرف تابون من قبل كان يستضيف فيه وينشر عليه خبار في الجرنال اللي كان يخدم فيه ديره مستشار إعلام في حين مستشار إعلامي أخر مسؤول حملة الإعلامية بمجرد ما يحاول يلعب لعبة خارج السرب يلقى نفسه مهام ومطرود بطريقة قذرة جدا وربما كيف يقول روح يحاول يكمفل الحالة يعطوله كان شبراسة بشي سكته وبشي سكته الناس يا جماعة الخير رانا في وقت بائس أموال الجزائريين من المفروض رانا في مرحلة بائسة جدا من حيث الاقتصاد الوضع العالمي الدول اللي عندها اقتصاد حقيقي عدايرة تقشف وتحسب ألف حساب لكل دوره احنا أمواله بتفليقة سنوات وهو يكبد الخزانة العمومية مليارات بسبب علاجه بسبب عائلته بسبب خوه خوه كان يجلس في فنادق خمس نجوم والحانات على حساب تفتح له حانة خاصة حتى يسكر ويعربد ونفس الشيء مع بعض المسؤولين الآن اللي موجودين من المعربدين والخمرجية اللي والله ما عندها لا قيمة ولا شرف ولا أخلاق ولا أي شيء حتى حتى مع ذاته فضلا أن تكون له الروح الوطنية والغيرة على الدولة الجزائرية واقتصادها ومالها الوضع موجع يا جماعة والله أقولكم ما تم صرفه على بتفليقة ويصرفه على تبول والوزراء هذم اللي عالجوا وفيهم الوزراء اللي مباشرة راح من منصبه راح ديراك تعايش في فرنسا وهو يسمي نفسه كان وزير المجاهدين وكان يقول للجزائرين يجب أن نخضع فرنسا للاعتذاء فيهم وزير المجاهدين سابق مباشرة تم إقالته من هنا خلاص فقد المنصب راح عايش هنا في فيلا فاخرة في فرنسا وهو وزير المجاهدين الذي كان يدير خطابات ضد فرنسا نحن لا ننوم الناس أن يعيش يختار كل واحد يختار وين يحب يعيش ولكن أنا نقول لك طبيعا لموجودة عند كثير من المسؤولين يتاجرون بالشعارات ويتاجرون بمثل هذه الأمور ما صرف على المسؤولين في علاجهم والرؤساء في علاجهم والله يصنع عشرات إذا لم أقل مئات المستشفيات في الجزائر يا جماعة لو تشوفوا المسألة ليست في الأسماء التي ذكرناها فقط هناك الكثير مما لم يتم ذكره يا رهي مليارات تذهب لدول أجنبية من أجل علاج لو خصصت لتطوير المنظومة الصحية وبناء المستشفيات لا أغنى الجزائر أنت الجزائر عندها قدرات بشرية عندها كفاءات طبية عندها أموال وثروات ما عندهاش سياسة فقط ما عندهاش مسؤولين يغارون على الدولة الجزائرية الواقع الصحي في الجزائر في الستينات والسبعينات أفضل مليون مرة على ما هو عليه رغم أنها في ذلك هذا كون خرجت منها الاستقلال وهذا كون استقلت وفي بداية بناء الدولة كانت عندها منظومة صحية أفضل الآن بعد ما يقارب السبعين عام من الاستقلال الجزائر ما عندهاش مستشفى يعالج يعالج مسؤول الرئيس المستشفى عين النعجة اللي كان من الأفضل المستشفيات في أفريقيا نقلوله الرئيس في حالة غيبوبة عجزوا حتى نقلوه على جناح السرعة إلى ألمانيا لإنقاذ حياة هذا المستشفى كان يعالج فيه كبار المسؤولين في الدولة واحد يجي يقول لي هاو بومدين راح عالج في الروس وضع بومدين شيء آخر تعرض إلى تسميم بمادة كبيرة وكذا وكذا حكاية أخرى ورغم ذلك الجزائر كانت تبقى دائما في بداية أيتها كدولة بومدين عالج عدة مرات وذهب المستشفيات الجزائرية في ذلك الوقت لكن لما وصلت إلى الحالة الصعبة تم نقله إلى روسيا تنقسون الكفاءات الجزائر الرهينة إلى مسؤولين مرضى جسديا وصحيا ونفسيا ومهنيا ومن يقول أن الجزائر ستنتقل إلى مرحلة حقيقية ومرحلة جادة وجديدة بهذه الصورة فهو يكذب عليكم نحن الآن بعد أكثر من عام من حكم تبون في حال أسوأ مما كنا عليه في عهد بوتفريقة من المفروض رنا في حال أفضل نعم جاءت الجائحة العالمية لكن هذه الجائحة العالمية ما يجب أن نعلق عليها الفشل من المفروض تكون هناك تحديات صحية حقيقية يكونها مثل هذه الأمور واضحة تتعلق بالجائحة العالمية مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية بسبب الجائحة ولكن أنها تكون كارثة حتى المسؤولين لا يتم تعيونهم مش علاقة كورونا بمسؤول تتم إقالة وما يعوضوهش بمسؤول وحده الوضع بائس يا جماعة الوضع كارثي بمعنى الكلمة الجزائر ما زالت راهينة عصابة متجددة النظام حاول وأظهر النية التغيير ولكنه خدع الجزائري لذلك لا يمكن أن نثق في هذا النظام مرة أخرى أبدا أعطيت له فرص كثيرة أن يتغير ويغير ويحاول المساعدة في بناء الدولة الجزائرية وتمكين الجزائريين من حقوقهم وهي دولة غنية ولديها ثروات اقتصادية ونفطية وكثير تتبتع هي دولة بحجم قارة لو وجدت السياسة الراشدة لا كانت في وضع أفضل مش رهينة كما نراها لمسؤول مريض يعالج على حساب الدولة ومن ضرائب الجزائريين متى تكون الجزائر بخير عندما يكون المسؤول يحاسب عندما تكون هناك مؤسسة برلمانية حاسب المسؤولين على كل فلس على سنتيم يجب أن يحاسب مادم ما كانش الحساب وما كانش العقاب رايح ينتشر الفساد ومن قال لك أن الفساد انطلق في الجزائر ومن يزعى من الآن أن هناك محاربة للفساد فهو يكذب عليكم ما يحدث هي تصفية حسابات ما بين عصب وعصابات فاسدة كلها جهة انتصرت على جهة وتنتقم منها فقط أما أن تكون تنتصر جهة غير فاسدة على المفسدين فهذا لم يحدث ولن يحدث إلا إذا توفرت إرادة شعبية حقيقية في التغيير والتغيير يحتاج إلى مشروع يحتاج إلى رجال يحتاج إلى وجهات تترك أمورها الشخصية جانباً وتصفية حساباتها وتعمل من أجل الوطن والمواطن لا تترك الجزائر رهينة لمسؤولين مرضى ومسؤولين عاجزين ومسؤولين لا يمتلكون الكفاءة يعبثوا بها مرة أخرى قد عبثوا بها على مدار سنوات وشفنا إلى ما وصلت إليه فوالله الذي لا إله أقول له واذكروا كلامي جيداً إن بقي حالنا على هذا الحال سنبكي كالنساء على جزائر ممزقة إلى جزر لم نحافظ عليها كالرجال هذا ما أردت أن أقوله ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة